السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي في الله أحباب قناة أم عبد الله مشاهديني وتابعيني كنتمنكم تكونوا بخير وعلى خير صحة جيدة إن شاء الله وكل أحبابكم والغانين على قلبكم يا رب اليوم إن شاء الله غدين ندوزوا مع بعضنا واحد الوقت زويين واحد الفلوغ جميل جدا الفلوغ دار البيضاء اللي غدين مشوا فيه واحد الجولة كيف ما كتشوفوا معايا بالبحر بحر اللي أنا منعشاق البحر بزيف يعجبني بزيف 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 ويعني في كل أوقات كنتمشي ريه كتحس نفسك مرتاح جدا سبحان اللي خالق البحر هذا شاطئ ديال عين سباح هو أقرب شاطئ البيت ديال أهل ديالي شاطئ عين سباح يعني الفلوغ اللي جعله خلاص صراحة وقلت علش الله لما لا نصور لكم كتشوفوا معايا هاد البحر كيمتاز بأنه بحر صخري فيه صخور بزيف فيه الأحجاب بزيف وعني تصورت ليكم هداك الأحجاب باش تستمتعوا بالمنظر ديالها وبالعظمة ديال الخالق سبحانه وتعالى وكيفاش كي يبدعه في كل يعني في كل معطة هنا في هاد الدنيا هاد اليد ديالي اللي في الماء مشينا لبحارنا والولدة ديالي أكيد Click the сырем وعنونا نصور Researchers لأننا ما كان بيعينه في القناة ديالي لمابلش بننا صراحة تهيا ما عندهش غرظة صورت البنت الأخت ديالي نراتبال لكم في الفلوغ معانا سلمة غتتعرف عليها اليوم مهم جولة كانت غزايا للصراحة تارينا أنا وسلمة هاي كتسلم عليكم هنا يا كتقول لكم السلام كالهواء قاوية كتجمع جمعات سدوك الأحجار الصغير وعين سلمة تلميذة في الإعداد الله يوفقها وفق كل ولدات المسلمين ومستمرين في الجولة دينا كان صرح التوقيت ما بين العصر والمغرب كان توقيت رائع صرحة حضرنا للوقت الغروب صرحة البحر رائع لكن حاجة وحدة اللي كان نواخد عليها الناس هي كان نشد على الأياد دي لكل زوار الشاطئ رجاء أني زوار الشاطئ حاولوا تحافظوا على نظافته رجاءاً فكن حافظوا على النظافة الأجنة جميعاً يعني أنت كتشول بالشاطئ إلا ما كتلاقي بعد يعني حاشاكم الأزبال قومة ممليوحة على الجنبات هذا السيء يعني كيسيء للشاطئ اللي واحد حاجة أعطاه لنا اللي خصنا حافظوا عليها وكيسيح تل منظر اللي إحنا كان نبغيوه نستمتعو به يكون منظر رائع فالله يجازي بخير كل شخص يزور الشاطئ ويحافظ على نظافته يكي تشوفوا منظر السماء من قربة الشمس تنزل الغروب رائع جداً وكي البحر هادي يعني ما كانش تاك الأمواج اللي هي كتيرة يعني كل واحد كان يمارس تاكشي اللي كي يحب اللي كي يتمشاك اللي كي يلعب بكرة القدم وكي لي جالس كي يستمتع مثلاً بشرب مشرب جابوه معه قهوة أو شاي أو كل واحد وكي يمارس ما يحبوه بنت اختباقية كتجمع في الصدف دي البحر مع أنه كانو الصدف صراحة قلال مموجودينج صراحة كنت في الفترة اللي مشيت فيها الشاطئ كنت صحياً يعني تعبانة صحياً لكن سبحان الله فاش مشيت وكأنني لا أشكو من شيء وكانت واحد سبحان الله الفرحة حسيزاك أنني أملك دين يومة فيها بتوجد إحدى الشاطئ سبحان الله يعني خدمان حمد الله ونشكر على نعم لأعطانا فنظل مقصرين لأن أعطانا نعم كثيرة شكراً لي وحمد ولي على كل شيء فيه سبحان الله كيف ما كتشوفوا صخور مختلفة وأنواع كتير وألوان يعني جمال لا يوصف لا يوصف العين هي واحدة هاللي كتقدرت توصف ما ترى أنواع كل الكيس القرانية أنواع الصخور الكتير اللي كعرف في الأنواع سارحة كنت بغيت نخلي لكم الصوت دي لأمواج البحر لكن كان كتير من الأصوات ومع الهواء اللي كان في البحر أعطى واحد الصوت شوية اللي قد يكون مزعج نوعاً ما ف يعني طبعاً نحيد الصوت دي ل الصوت العادي جمال البحر كيشعرك وفي كل أحيان في كل لها كيشعرك أنك طفل صغير يعني لا تحمل لا هموم حياة ولا أشياء كيشعرك أنك عد شفتي الدنيا وعد عد بديتي من جديد سبحانك يا الله سبحانك 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 هذا الجولة هذا الجولة أحد البحر كان جولة ممتعة وغادي نرجعوه إن شاء الله بعد ما يكملنا الجولة للبيت البيت الأهل ديالي وفي الطريق ديرنا غا نمر بكتير من الأشياء وهو كل وهذه المنطقة هي عين سبع هنا كيف كتشوفوا صورت لكم واحد البلاسة اللي هي محاطة بأصوار هذي غا تكون إن شاء الله أكبر حديقة في مدينة ماشي في مدينة في إفريقيا كلها غا تكون أكبر حديقة في أفريقيا هذي اللي كتشوفوا همام بكون أكبر حديقة في أفريقيا بإسريها غا تكون في عين سبع ما ما زال ما تموش لهالشغال ديالها أنا تعمت نصور لكم من برد بشوفوا تبارك الله المساحة لها غا تشملها غا تكون حديقة للحيوانات أكبر حديقة في أفريقيا بإسريها غا تكون في المغرب يعني في مدينة صدار بيضاء وبطبط في عين سبع وغا دين ما زال نكملين مع بعضنا كتشوفوا وقت الغرب كيفاش اللوم دي السماء رائع يعني جو جميل جدا الكتابة الشعر والصفاء الديني والروحي جميل جدا ما أجملها والله ما أجملها ألوان السماء أحمر أزرق يعني ألوان ناغمت وعطت واحد واحد شيء رائع جدا ودائما في الطريق دينا مجعين مقصد يلي مسكنا هي اللي هي اللي سيقر السيارة سوكا ديلة البيضاء أكيد يعرف المناطق كله هنا يعني نسلك يعرفهم زيان أكيد يعرف المناطق كاملة ونكملنا بطريق دينا للبيت وكانت هذه يعني قضيت تقريبا ماشي ماشي كتير يعني يومين أو ثلاثة أكثر قضيت في مدينة الطالبيضاء كان سفر مفاجئ الغرض ما وغادي تشوفوا معي من بعد إن شاء الله في هاد الفلوك هتشوفوا معي رجوع ديالي مدينة مراقج هتشوفوا معي المكان اللي كتواجد فيه المحطة ديال القيطار ديال عيد سبا هتشوفوا معي أشياء الإصبات ديال فمشيت المحطة ديال القيطار على أساس غادي نركب في 11 ونص ديال نهار يعني 10 ونص قريبا لقيتني في المحطة ديال القيطار فإذا بي أفاجأ أن 11 ونص الأماكن كلها مملوقة وما يمكن لك يكون واحد بالمحل ديال خاص به برقم ديال يعني كانت فاجأ أن 11 ونص عد يمكن ينركب فلا أنا لانا ساعبة صحيا ما قدرتش نعود نرجع عن هذا الحقي بدي نعود نرجع للبيت رغم أنه مبعيج خريب فطري نبقى بالقرب من محطة ديال القيطار يعني قضيت كل هاد الوقت لكن ماشي مشكلة عمت في على أشياء جديدة كيف كتشوفوا معي هنا هنا كنتصور لكم مقهى اللي جز فيها بمقابل محطة القيطار عين السبع جلست فيها في انتظار القيطار لأن بداخل المحطة كان مقهى عادية جدا وتدخين وصغيرة جدا ما قدرتش نتحمل الدخان فجلست هنا كان في الهواء الطلق وبالمقابل معي فكتعرفوا عين السبع يعني هاد المنطقة في صناعية يعني افتجال آخر كان منازل هذا لكن هنا منطقة صناعية مئة بالمئة فاجلست اخذت هيواء هي مشيق هيواء وحدة كانوا جوج لأن لأن الوقت كان بزاف وجوج هيواء تغير فساعة وعود قمت من المحط ديلي ودخلت المحطة ديال القيطار وانتظرت هناك وقديت عود كافي خراش شربت ها كافي وأنا جالت في المحطة ديال القيطار على ما وصلت سوقيتي ديال القيطار الواحدة والنسف ودائما كقولوا كل تأخير في خير الحمد لله حسن تكرهوا شيئا هو خير لكم هني كتشوفوا معي طرام واي اللي تعمت نصور لكم في عين السباح وكتشوفوا كيف مر قدامكم كيف مر من أمام المحطة والسماء رائعة والجو جميل جدا كان في هذا اليوم من بعد هنا سنمشي كيف قدت لكم ونستقل القيطار ستشوفوا معي بعض لقطات من بعد يعني بالطريق هنا القيوة ديالي اللي خديد هناك كان وقع لي واحد الحجف الكافي يعني جاء واحد لإنسان اللي هو مسكين يعني من دوي الاحتياجات الخاصة اللي بغير يشرب القهوة وما خله وش خاف منه فأعتارت أنا قلت وما خسكم ش تخاف منه وخليت يجلس في مقعد قريب مني وخليت يشرب القهوة بش الناس كلها سوا سيا بقى في هذا المنظر وقلت قد نذكره احنا كنا بحال بحال تواحد ما لي فضل على الآخر إلا بتقول الإيمان كانت منه الفلوك دي اليوم يعجبكم منه رضاكم كان حبكم في الله دائما وأبدا وما محباب يكون في قناتكم اللي كانت منه تلقوا في كل شي تحبوه إلى فيديو قادم إن شاء الله سنستودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه سنقول لكم مع ألف 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 سلامة وأحبكم في الله شكرا